مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مشاهدين الكرام عدت بعد غياب طويل وكورونا وما أدراكم ما كورونا والحمد لله رب العالمين الذي عافانا الحمد لله رب العالمين مشاهدين الكرام حبيبي يا حلوين يا مقططين والله وحشتوني جدا حقيقة والله ربنا أعلم أنا بحب التعليم أديه وبحب التأسيس بالذات أديه طبعا اللي لسه ما بشوفنا النهاردة احنا خضنا معركة كبيرة مع التأسيس حوالي أكثر من 35 حلقة تأسيس القراءة والكتابة وبدأنا بلنا 3-4 حلقات في تأسيس أسس ابنك صح في النحو والنهاردة احنا تكلمنا عن الاسم وعلاماته وتكلمنا عن الفعل والجميع الأفعال وعلاماتها والنهاردة هنأخذ حاجة جديدة اللي هي المفرد والمسنى احنا خدنا الاسم تمام الاسم حبيبي حلوين بتأسم من حيث النوع لقسمين مذكر ومؤنس يعني مذكر ويعني مؤنس يعني مثلا محسن مذكر معلم مذكر بنت مؤنس معلمة دي مؤنس تمام والنهاردة هنتكلم بقى على تقسيم الاسم من حيث العدد يعني من حيث العدد يا أستاذ يعني واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر من اثنين هنعرض دلوقتي قبل ما نشرح وقبل ما نعمل أي حاجة عشان بس ننشط ذهن حبيبنا الحلوين هنعرض صورة دلوقتي يا أستاذين الأستاذ ياسر مخنجنا الكريم فيها والسؤال زياد يلا حبيبي حلوين ايوه في صورة على الشاشة حبيبي حلوين دلوقتي هيت الصورة على الشاشة دلوقتي يلا عايز السادة المشاهدين وأطفالنا الحلوين يقولوا لي دلوقتي فيه ايه على الشاشة دلوقتي في دلوقتي مجموعة صور أعودكم تعملوا حاجة حلوة أوي تحددوا لي الصورة اللي تدل على واحد أو واحدة والصورة اللي تدل على اثنين اثنين أو اثنتين والصورة اللي تدل على أكثر من اثنين يعني تعمل إيه؟ هتحط بس فقط لا غير هتحط خط تحت الكلمة التي تدل أو الصورة التي تدل على واحد أو واحدة وخطين هترسمهم تحت الكلمة أو الصورة اللي تدل على اثنين أو اثنتين والصورة اللي هتدل على أكثر من اثنين أو اثنتين هتحطت على اتها ثلاث خطوط يلا يا حبيبي يا حلوين ونفتح الاتصالات على طول بدري بدري كده عشان نشوف حبيبي الحلوين هيقولوا إيه يلا يلا الكنترول معايا تاني الصورة تاني يلا الصورة تاني اللي بعدها عشان إحنا نحل إحنا نحل لو في مكلمات ماشي لا قبل دي بقى عشان الناس ماشي يلا يلا حبيبي حلوين في مجموع الصور كده يلا يا أستاذ ياسر الصورة ماشي الصورة اللي مش محتاطة عتها خط بقى الصورة اللي قبلها يا زياد أيوة كده الله نرى عليك لو في مكلمات أو في أطفال معنا في مدخلات ناشي طب ماشي بس تقول لي بابا يوطي التلفزيون شوية بس معلش الله ينور عليك يا أدم حبيبي أنت في سنة كام سنة ثالثة بسم الله ما شاء الله في صورة قدامك يا حبيبي دلوقتي على الشاشة دلوقتي مجموعة صور وتحتها أسماء عايزك تقول لي إيه اللي بيدل على واحد أو واحدة وإيه اللي اتنين وإيه اللي بيدل على ثلاثة يلا كده حبيبي أيوة تدل أول واحد أيوة نال مفرد أيوة مصر ومفتاح وعسفور الله ينور عليك عسل والله أنت مية مية أنا كنت متخيل أن الناس يعني برضو لا في تعليمه والله يا جماعة طيب أنت كده عسل تبصي حبيبي بقى عاوزك تقول لي إيه اللي يدل على ثنين أو ثنتين لا 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 ماما بيتغشيشك شكرك ماما بيتغشيشك على فتر مهندسان مهندسان الله نره عليك فراشتان عسل فراشتان هديتان هديتان برافو عليك بس كده يعني تبقى الجمع بقى اللي هو أصلي يدل أكثر من اثنين مهندسون عسل ورثات برافو عليك يا حبيب والديك ومالفتيح الله 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 إيه ده طيب والله كويس والله بس سلمني على بابا ماشي علشان بابا عارف يعلمك كويس والحقيقة يعني أشكر ولي الأمر المهتم بابنه طيب يلا بقى نشوف الحل الصحيح كده يا أستاذ ياسر نشوف الحل الصحيح كده يا أستاذ ياسر بقى يلا الله ينور عيك تمام مظبوط يا أستاذ يا حبيبي اسمه آدم آدم سيد نجيب هو صحي مظبوط على الشاشة هوت عصفور مفرد يدل على حاجة واحدة بس مفتاح يدل على حاجة واحدة بس مصطرة برضو يدل على شيء واحد فقط ماشي عصفور ووردات مهندسان يدل على اتنين فراشتان وهديتان تمام واللي يدل على أكثر من اتنين مهندسون ومفاتيح ووردات ماشي بس قبل الاتصال يا أستاذ ياسر ماشي على حاجة واحدة بس على شيء واحد فقط تمام كده؟ تمام ماشي يبقى الاسم يبقى انقسم لثلاث أقسام من حيث العدد أول حاجة اللي احنا ناخدها النهاردة هوت المفرد ايه المفرد ده يا أستاذ؟ كل اسم كل اسم دل على واحد أو واحدة طبعا من إنسان أو حيوان أو نبات أو الحاجة اللي احنا عارفينها أبل كده وخدناها في الحصة أبل كده يبقى دلوقتي خدنا دلوقتي عصفور قدامنا دل على واحد يبقى مفرد ايه تاني؟ مفتاح دل على واحد يبقى مفرد ايه تاني ما اصطرى دلت على واحدة فهي إذن إيه؟ مفرد تمام كده حضرات ناخد الصورة اللي بعدها يا أستاذ ياسر أي ودلوقتي تقسيم الاسم قدامنا هو التقسيم الاسم من حيث العدد ينقسم الاسم إلى ثلاث أنواع من حيث العدد مفرد ومثنى وجامع مثلا ولد ولدان أولاد الصورة اللي بعدها يا أستاذ ياسر ماشي اتصال السلام عليكم عليكم السلام الاسم مين معي؟ رولا أنا رولا جنة؟ رولا مختار رولا مختار؟ رولا رولا معلش الاسماء ماشي رولا سنة كالما رولا؟ تالتة تالتة ابتدائي تالتة ابتدائي عامل ايه في العربي؟ الحمد لله طيب احنا دلوقتي خليك معنا الوقت احنا خدنا دلوقتي الاسم المفرد صح؟ صح الاسم المفرد هو ايه بقى؟ بيستعيلون دلوقتي اللي هو الاسم المفرد اللي هو يدل على حاجة واحدة بس الله ينور عليك يا حبيبي تولي ديك ايوة كده انا احس الاطفال النشيطة دي طيب احنا هنظهر دلوقتي رولا هنظهر دلوقتي تدريب على الشاشة دلوقتي أستاذنا الفاضل ياسر وأستاذنا الفاضل زياد وحنشتغل مع بعضنا على الهوى هنسألك ونشوفه لا مش التدريب دا يا أستاذ ياسر بقى خلاص احنا عدينا المرحلة دي تدريب يا أستاذ ما خلاص عدينا المرحلة لا مش الصورة دي بس لا والله كل حاجة مترتبة يا أستاذ ياسر والله ماشي يا رولا معايا ولا فصلتي زياد السلام عليكم السلام عليكم سنة كام يا زياد سنة رابعة رابعة احنا بس الحاجة دي نقوله والتانية بس ما فيش مشكلة يلا انت برضو حبيبنا برضو فيه على الشاشة دلوقتي تدريب يا حبيبي بيقول حدد الاسم المفرد المفروض قديك اه يعني حاجة أفضل من كده ماشي لكن حدد انت الاسم المفرد اللي موجود على الشاشة دلوقتي تلميذ طبيب بنت معلم تلميذ طبيب بنت معلم برافو عليك يا حبيب والديك تب انت بقى بالمرة عشان انت اخذت الحاجة ديه المفرد طالما انت في سنة رابعة المفرد لا خليها على الشاشة ده يا حبيبي خليها على الشاشة اه دلوقتي تلميذ وتلميذان المفرد علامة اعرابه ايه علامة اعراب المفرد بيعرب بايه بالضمة ما هو ايه يعني ما هو يعربه تلت حاجات بيرفع بايه وينصب بايه ويجرب بايه ما طالما انت في سنة رابعة حسألك يرفع بالضمة تمام الله ينره عليك يا وينصب بالكسرة وينصب بالكسرة اه ينصب بالياق بالياق مفرد ينصب بالياق لا يا حبيبي المفرد بيرفع بالضمة وينصب بالفتحة بالفتحة لا لا بالفتحة ويجرب بالياق ويجرب الكسرة معلش يجرب الكسرة لحظة واحدة يا استاذ المخرج ماشي يبقى تلميذ المفرد يا حبيبي بيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرب ايه بالكسرة طيب تلميذان دي مفرد ولا مثنى ولا جمع مثنى مثنى المثنى بيرفع بأي يا حبيبي؟ المثنى بيرفع بالألف ماشي الله نرى عليك يجر وينصب ويجر بأي؟ وينصب بالكاترة لا لا ينصب ويجر بالألف المهم متشكين جدا وانت برضو متشكين جدا على مدخلتك واحنا تحت أمرك في أي حاجة بعد كده دعونا بقى نحل بقى الأسئلة دي التدريب دي يا أستاذ ياسر ولو في أي حد ثاني عاوز يحل معنا في سنة أولى يبقى هاتل رولا معنا رولا السلام عليكم رولا نعم انت خدت المفرد والمثنى والجمع ولا مخدتهوش؟ لا أخذ ماشي تمام انت في سنة ثالثة صح؟ صح ماشي قدامنا على الشاشة كده عاوزك تحددي ايه المفرد ويه المثنى ويه الجمع؟ هو السؤال للأظهر منك بتروح سنة ثانية بس برضو احنا ما فيش مشكلة يعني قولي بقى المفرد ايه والمثنى ايه والجمع ايه؟ لا هو تلميذ وتلميذ؟ تلميذ تلميذ مفرد ماشي ويه كمان؟ ويه تلميذان؟ لا تلميذ ماشي تلميذ؟ اجمع تمام طبيب؟ مفرد طبيبة؟ موسنى مؤنم ايه؟ طبيبة؟ أرضي مفرد مؤنث تمام طبيبات طبيبات جمع مؤنث مؤنث سالم تب بنت مفرد مؤنث ناشي بنتان مسمى مؤنث وبنات جمع مؤنث تمام الله ينور عليك ومعلم مفرد مذكر مذكر معلمان مسمى مذكر معلمون تم مذكر بردو شكرا شكرا يا رولا شكرا يا حبيبتي شكرا بالحال بقى يا أستاذ ياسر كده يلا يلا عشان ده احنا نحدد الاسم المفرد ده تطبيقات يا حبيبا حلوين لسنة ثانية وثالثة تماشي احنا عاوزنا نحدد في الأسماء دي المفرد فقط ايه المفرد عندنا في تلميذ وتلميذان وتلميذ ايه اللي بيدول على واحد فقط هو التلميذ وفي السطر التاني طبيب ولا طبيبة ولا طبيبات تمام حيبقى طبيبة وطبيبات تمام كده وطبيبة حيبقى طبيب وطبيبة أما طبيبات جمع طيب بنت وبنتان وبنات هي بنت فقط تمام كده كده التدريب الأول خلاص وتشوف فيه تدريبات بعد كده للمفرد يا أستاذ ياسر ايوة فيه تدريب آخر ضع اسم مفرد مناسب مكان النقط اول حاجة نقط يشرح الدرس اتنين نقط تكتب الواجب تلاتة نقط يغرد فوق الشجرة اربعة تساعد أمها ماشي آخر حاجة حيوان مفترس لو فيه مكالمات يا أستاذ ياسر عشان نشرح مع حبيب الحلوي ماشي مشاهدين الكرام فيه التدريب اللي موجود معنا دلوقتي بقول لك نعمل ايه نعايز اسم مفرد مناسب ونحطه مكان النقط قبل ما نحط أي اسم نفكر الأول الاسم اللي احنا نحطه ايه الاسم اللي احنا نحطه ايه هل هو بيدل على واحد هل هو بيدل على واحدة اذا هو مفرد ما روحش احط حاجة كده وخلاص والسلام وغير كده كمان يعني مثلا نقط يشرح الدرس يشرح ما روحش احط المعلمة ولا روح احط الأسد وهو اسم برضو هو اسم مفرد لكن غير مناسب صح حبيب حلوين ولا لا تمام الله ينور عليكم كده تمام احنا حبيب حلوين عرفنا ان المفرد كل اسم يدل على واحد او واحدة فهو ايه فهو مفرد تمام نجيب التطبيق تاني يا استاذ ياسر ماشي ونحل مع بعضنا طالما اني ما فيش اتصالت دلوقتي تمام تمام التدريب قدامنا نهو تحبيب حلوين مقطاطين نعطي اشرح الدرس مين اللي بيشرح الدرس نفكر مين اللي بيشرح الدرس المعلم تمام مين اللي بتكتب الواجب اتكتب دي ثبا واحدة مش واحد يبا التلميذة الطالبة البنت كل كلمات دي تدل على واحدة وتكتب الواجب ماشي يا استاذ يغرد فوق الشجرة اين اللي بيغرد حول الجاموسة حول البقرة لا طبعا مين يا استاذ ها العصفور او اسم مفرد وهو اللي بيغرد فوق الشجرة العصفور يغرد فوق الشجرة تمام في مدخلة بقى اربعة نؤت تساعد امها مين اللي بتساعد امها دي ما قولش ياسر لا عشان ياسر دا اسم رجل تمام كده اسمه ذكر ولا قول زياد ولا قول سيد نجيم مثلا لا امه ليه يا استاذ تساعد امه دي واحدة بنت يبقى البنته تساعد امها امها اقول مثلا اي اسم رويدة تساعد امها اقول رانا تساعد امها رينات تساعد امها تمام كده تمام عليكم السلام سنة كم يا زينب تالت تالت تب فيه انت سمعتني دلوقتي منتكلم عن الاسم المفرد ومكتوب على الشاشة دلوقتي ضاع اسم مفرد مناسب يا زينب نوع نوعتي يشرحوا الدرس عاوزوني نحط اسم مفرد هنا يا حبيبتي يشرح المعلم الله ينور عليك يا حبيبتي والديك كتاب ماشي اتنين تكتب الواجب البنت ماشي يغرد فوق الشجرة عاوزين اسم مفرد يغرد فوق الشجرة ايه اللي بغرد الطير احنا عاوزين اسم مفرد مفرد عصفور ايوا العصفور يغرد فوق الشجرة برابو عليك يا حبيبتي والديك طب حيوان مفترس بقى عاوزين اسم مفرد للحيوان المفترس أسد الله ينور يبال اسد حيوان مفترس برابو عليك يا حبيبتي والديك شكرا يا استاذ زينب برابو عليك والله ده شيء كويس برضو ان الاطفال يعني كنت متخيلا المنهج برضو الجديد اه صعب شوي على ثانية وثلاثة فتاة لكن والله حاجة كويسة برضو يعني الناس متفعلة معنا وعرفين المفرد ومثنى وجمع وشيء كويس شغالين كويس معنا الحمد لله رب العالمين نشوف الحل هنا يا استاذ ياسر يا الله الله ينور عليك المعلم يشرح الدرس التلميذة تكتب الواجب العصفور يغارد فوق الشجرة البنت تساعد أمها الأسد حيوان مفترس يبقى كده نتعلم ايه القاعدة يا حبيبي حلوين يلا ياسر كده خلاص بقى الله ينرى عليك يا استور منرحب بياسر طبعا يعني رجع لي بيته الصحة والجمال تمام مشاهدين الكرام احنا عرفنا دلوقتي الاسم المفرد هو كل كلمة او كل اسم يدل على واحد مذكر او واحدة مؤنثة تمام كده يبقى ده عرفنا ان هو مفرد تمام كده ندخل بقى على المثنى يا حبيبي حلوين ايه هو المثنى ممكن نجيب الصورة اللي بعدها كده يا حبيبي حلوين يلا يا ياسر نشوف يلا ايه المثنى يا حبيبي يلا على الشاشة حتظهر دلوقتي لا في صورة قبل دي كل حبيب الترتيب والله يا ياسر مش عارف ملكه لا والله مرتب والله اللي قبلها ماشي خلاص خلاص انتوا كده بتروح يمين انا عاوزة ترجع ورا تمام ارجع ورا تاني معلش اه يلا يا سدزة ياسر يعني مش قصة ياسر والله تب ماشي هاتل 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 الصورة دي هاتل الصورة لالقبل دي ايوة تب ممكن نشيلي استرابة لاحظة كده عشان بس الناس تشوف ايوة الله نور عليك يا حبيبي والديك انت شايفين يا حبيبي يا حيون يا مقاططين يا اللي في البيوت دلوقتي ومبلطقين يلا شايفين ايه قدامنا على الشاشة دلوقتي شايفين شايفين ايه شايفين حجرة الحجرة ده ايه يقول لي كده اي حاجة تدل على اتنين كده في الحجرة يلا يا سدزة كده لاحظ انت كمان يلا اتنين سريران الله ينور عليك ولوحتان الله ينور عليك يا حبيبي والديك الله لا لا في رفان رفان للكتب الله ينور عليك يبقى اي حاجة حبيبي يا حلوين تدل على اتنين يبقى ايه نسميها ايه يا ياسور نسميها مثنى نسميها ايه مثنى الصورة اللي بعدها بقى ايوة الله ينور عليك السريران دلوقتي بتاعي بتوع من يا حبيبي بتوع سارة هه ومين وبشائر عملوا ايه دول السريران مرتبان كيف يبدو سرير سارة وسرير بشائر السرير بتاع سارة وبشائر دول السريران عملين ايه يا حبيبي يا حلوين السريران اتنين اهو مرتبان تب ماشي كم لحة علقت او علقت سارة على الجدار يولا علقت سارة لوحتين على كم رف نظمت بشائر الكتب الكتب اللي احنا شفناها دلوقتي على الشاشة دلوقتي كانوا كم رف يا حبيبي يا حلوين نظمت بشائر الكتب على رفين الله نقول إيه بل أنت تقول إيه على أختن المنظمين دول هؤلوا المتعاونة تاني ومنظمة تان ألا تاني تاني يبدل الوقت فيه سريران مفردها إيه حبيبي مفردها إيه يلا الصورة اللي بعدها مفردها إيه مفردها إيه سريران السريران مفرده السرير الله ينور عليك وصحب رفو عليك يا يسور أيوة كده ولوحتين يا يسور مفرد لوحتين إيه لوحة أيوة كده نعاوز أكتب معايا ونشيط تابعاسل برافو عليك رف ده ماش خلي الشاشة خلي الشاشة موجودة السلام عليكم جانا السلام عليكم يا جانا وعليكم السلام جانا إيه جانا محمود بكري من فين؟ من من؟ من المنصورة؟ أي أحسن ناس المنصورة أنت في سنة كامل يا حبيبي تالتة بتدائي تالتة بتدائي فيه شاشة دلوقتي يا حبيبي مكتوب السريران مفرد السريران السرير تاب لوحتين مفردها إيه؟ لوحة برافو عليك يا حبيبي والدك تاب رفين رفين مفرده إيه؟ رف الله يب أنت ملاحظة حاجة هنا يا حبيبي يا جانا ملاحظة حاجة طب المفرد يا حبيبي عشان نخليه مثنى منضف له إيه؟ ألف و لون أو يأولون الله ينور عليك يا حبيبي برافو عليك برافو عليك تأخذي جايزة من ماما يا الله حبيبي شكرا حبيبي مش هدين الكرام يا الله الصورة يا ياسر خلاص سيبها شوية كده سيبها دقيقة كده دلوقتي حبيبي يا حلوين احنا قلنا فيه في الحجرة دلوقتي السريران وقلنا لوحتين وقلنا رفين احنا ملاحظنا حاجة ملاحظ حاجة ياسر في الإضافة المثنة ولا مش هلاحظ بتلاحظ ولاية يا ياسر ياسر يا ابني طب آية السلام عليكم أليك بالسلام يا سنة كام يا آية تانية تانية عسل يا آية بص هنجيب لك تدريب دلوقتي يا آية تمام؟ وهنقولك صنف هاتوا كده التدريب بعد بعد دي باتنين كده بقى هدريب بقولك اسم المثنة المثنة عشان نعرف ان هو مثنة منضيف عليه دلوقتي احنا منقول ايه ملاحظة ملحوظة ملحوظة على الشاشة يا حبيب تهيت منقول نون المثنة دايما ايه مكسورة وقبل الآلف أولياء مفتوح زي معلماني معلمين ماشي منضيف لي ايه منضيف لي المفرد عشان يبقى مثنة منضيف له ايه ألف نون يا نون الله ينور عليك يا حبيب الصورة اللي بعد كده ياسر عشان أيوة في بقى دلوقتي صنف الكلمات بص حبيبتي دلوقتي على الشاشة دلوقتي احنا عرفنا ان المثنة منضيف له ألف ونون او ياء ونون على المفرد بتاعه صح كده صح تعالي بقى فيك هاي شاب بعض الكلمته او تلميذ تلميذان ميدان يلعبان طبيب شيطان حنين لاعبان بنت بنتان حنان يرثمان انا عاوزك تقولي لي الاسم المفرد ايه والاسم المثنة اصنى في لي هنا الاسم المفرد وينحى الشمال دي ايه الاسم المثنة يلا حبيبتي كده هقولك المفرد الاول ماشى حبيبتي ماشى قولي تلميذ تمام طبيب ماشى حبيبتي بنت تمام تمشاهد عنيم الله ينور عليك هنان عسل ميدان ميدان الله ينور عليك يا حبيبتي والديك عسل انت برفو عليك اهو اهو المثنة بتقولي ايه اهو المثن تب قولي يا حبيبتي المثنة يلا يلا عسل تلميذان ايوا لاعبان تلميذان لاعبان عسل يرثمان الله عليك لغالت طبعا يرثمان بصي حبيبتي عشان اعلمك حاجة حبيبتي بصي شيل الالف والنون ويقرأ الكلمة لو قدت معنى وقدت اسم يبقى ده مثنة يرثم يرثم ده فعل ولا اسم يا حبيبتي فعل تب ينفع ينفع الفعل يبقى مثنة او مفرد فعل مضار ايوا يبقى ما ينفعش في انه مش معانا خالص يرثمان دي مش تبعنا لا تبع الاسم المفرد ولا تبع الاسم المثنة يبقى فعل مش اسم نعم ايوا احنا بس احنا بس احنا عزو انه صلنا في اسمه وفرض واسمه وثنة ما تحطوا ليش يرثمان دي فعل ما لا يجدعو بينا خالص خلاص كده بنتان طيب بنتان يلعبان الله تاني برضو يا حبيبتي يلعبان دي والله فعل شي لألف ونون كده شي لألف ونون كده يلعب يبقى يلعب ده فعل ولا اسمي حبيبتي سلم دار لا يبقى ينفع ينحط تبع الاسم المفرد او الاسم المثنة ينفع نعم الله ينور عليك يا حبيبتي يبقى يلعبان ويرثمان مش تبعنا مش تبعنا هنا خالص طيب انت ما حططش الشيطان في حتة فاخره ألف ونون ما حططش إلى الاسم المفرد والاسم المثنة إذا شيطانان لا هو هنا مكتوب شيطان نحط في الاسم المفرد والاسم المثنة والله عشان أخره ألف ونون صح أسعى ماشي الشيطان مفرد شيطان مفرد عشان برغم انه أخره ألف ونون برغم عليك يا حبيبتي والديك بس غركزي في يلعبون ويلعبان والحاجات دي عشان هي فعلة أصلا تمام كده تمام بص حبيبتي حلوين بقى مع نفسي وحشاني والله الصبورة وحشني الشغل يعني كورونا اللعينة دي شايفني أسر ألا لا تمام يالله بقى أنها يلا كده على الشاشة بص حبيبتي حلوين هنكتب شبعض الكلمات دي الوقت يا حبيبي علشان نركز في حتة حاجة مهمة جداً وحشرحها دلوقتي جودي السلام عليكم جودي السلام عليكم وعليكم السلام منين يا جودي منين يا جودي من أين أنت من منصورة برضو من منصورة أحسن ناس المنصورة بص حبيبتي هنكتب لك بعض الكلمات دلوقتي انت في سنة كام سنة تانية هكتب لك بعض الكلمات حبيبتي دلوقتي وتقولي لي دي مفرد ولا مثنى ولا جمع مفرد ولا مثنى خلينا مفرد ولا مثنى دلوقتي تمام بص حبيبتي هلو أيوة معاك حبيبتي انت شايفان على شاشة ولا لأ شايفة شايفة شاشة ولا مشايفها شايفة طيب كلمة سوفيان دي مفرد ولا مثنى مفرد طيب حنين مفرد طيب حنقول كلمة تانية ميدان ميدان مفرد برضو مفرد طيب لو قلت يا حبيبتي دلوقتي بقى لو قلت محسنين موسنى ليه يا حبيبتي موسنى ليه عشان تقلت مقنق ونون اللهنا ولياء ساكنة ولياء ايه ساكنة وقبلها مفتوح محسنين برافو عليك يا حبيبتي طيب الكلمة دي بقى هاي الأخيرة هاي ماشي موسنى دي مفرد ولا مثنى يكتبان موسنى يكتبان مثنى عشان ايه يا حبيبتي يكتبان أخيرة ألف ونون طيب شيلي الألف ونون كده يا حبيبتي يكتب طيب يكتب دي اسمه ولا فعله يكتب يكتب طيب ينفع يبقى يسمى مفرد أو مسنى أو جمع ما تنفعش خالص يا حبيبتي عشان لابد ان نركز يا حبيبتي شكرا يا حبيبتي شكرا يا جودي بص مشاهدين الكرام مشاهدين الأعزاء ياسور عشان ده عارف انت كمان يا ياسر زياد ركزوا معايا يكتبان آه أخيرها ألف ونون بس فعل الله ينرى تعالى كده بص يا ياسور تعالى كده تعمل ايه يا ياسر عشان تعرف انه برضو يعني أضر انت ما انتش عارف هتعمل ايه هتشيل بس الألف ونون كده وتقرأ يكتب يكتب ده ايه بس خلاص موضوع سهل جدا يا أولاد بص يا حبيبتي في كلمات أخيرها يا ونون أو ألف ونون زي ما شفنا سفيان أخروه ألف ونون مش هتخسر حاجة شوف بس شيل الألف ونون كده ويقرأ الكلمة الكلمة استقامت وقرأتها كويس وحاجة دلت على واحد بس تمام كده يبه هي ايه يبه هي مسنة لبعد ما تشيل الألف ونون أما حطيت بقى يكتبان ويلعبان صح ولا لا آية السلام عليكم عليكم سلام لا ازاكي آية أنا آية علاء ازاكي آية عاملة ايه الحمد لله كفر الشيخ ولا من دسوق بسوق كفر الشيخ ماشي بص يا حبيبتي كم تانية ابتدائي تانية ابتدائي عسول هكتبت بعض الكلمات يا حبيبتي تمام وتقولي لي ان ده مفرد ولا مثنة خلاص حضر مع حضرتك ماشي تفضل يا حبيبتي خدي بقى أهوة قرأي كده رسامان سمعاني ولا مش سمعاني مسن يرسمان فاعل يا أرسماني فاعل برافو عليكي يعني ما لاجده بالمفرد ولا المثنة المفرد والمثنة والجمع دي أسماء خلاص ساعل الله ينور عليكي انت ايه أخبارك في المدرسة بتذكر كويس لحاجة اللي كويس بتروح كم يوم في المدرسة لا مش بحضر ينفع ينفع كده وصح مريش احنا المتحدة لينش ايه بتولي ايه بسوق مش بحضر عشان احنا اللي احنا فيه واحنا اللي فيه احنا فيه كويسة زي العسل او كورونا لا 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 خدوا احتياطاتك يا حبيبتي وروحي كميش مشكلة خلاش عمها بقى روحي ناش يا حبيبتي مشاكرين جدا يا حبيبتي مشاكرين و ده بقولك ايه قبل ما تقتمي قفلتي مستعجل مستعجل الأستاذ مشاهدين يا كرام تاني تاني يا ياسر تاني يا زياد تاني يا بلاش عم علي تاني ماش مهندس علي عشان بيكره من ايه بيكره كلمة عم علي دي عشان انا اكبر منه سنة ماشي يا عم علي بص يا علوش عشان تركز يا حبيبتي حلوين تركزوا في المفرد والمثنة المفرد هو كل كلمة كل اسم دل على واحد او واحدة تب المثنة كل اسم دل على اثنين او اثنتين يعني ايه اثنين او اثنتين يعني اثنين رجالة او اثنين حريم حلو كده رجلان امرأتان ولدان بنتان ازاي نعرفه بقى بزيادة الف ونون او ياء ونون ايه ياء ساكنة ونون مكسورة ايه تاب ازاي برضو عشان اتأكد الكلمة زي يرسمان دي انا منش عارف ان هي مثنة ولا تبع اسم ولا تبع ايه بالظبط ايش اللي قال يفنه وقرأها يرسم فعلا ادت معنا يا استاذ لكن يرسم دي ده واحد بيعمل حاجة ده فعل ما ينفحش يكون اسم مفرد ولا اسم مثنة ولا اسم جامعة خالص تم كده عشان نتركزوا في الاستخراجات وما تخطأوش وتبصوا تلاقيوا نفسك وكتبتوا كلمة اخترتوا كلمة من القطعة ان هي مثنة وهي اصلا فعل تمام كده حبايبة حلوين مقطاطين نعم فيه مدخلة يا استاذ ما تمام طيب خلاص كده يا سور فضل قدي ياسر تمام مشاهدين يا كرام مشاهدين يا اعزاء احنا النهاردة اتكلمنا عشان اللخص بس اللي احنا خدناه خدنا الاسم بانقسم من حيث العدد ليه لثلاثة اقسام ايه هما يا استاذ محسن المفرد والمثنى والجمع حبيبة السلام عليكم عليكم سلامة ازاك حبيبة انت عندي كم سنة حبيبة في سنة كام سنة اول اولى بسم الله ما شاء الله اولى ايه بقى ابتدائي والعدادي ابتدائي ابتدائي طب حلوة اولى انت منين من كفر الشيخ دسوق كفر الشيخ دسوق برضو كفر الشيخ والله تحية لأهل دسوق كلهم ناس تمام طب حكتب لك كلمة حبيبتي ايه 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 الله كريمك يا حبيبتي والله انت عسل طب حكتبك كلمة الصبورة كده وتقرأيها وهقولك اه هي فيها لام قمرية ولا لأ ولا فيها لام شمسية ولا طب ماشي عسل يا الله يلا ياسور ايه بتقول ليه يا عم احمد لا في حد بيقول عندك حاجة عاوز اعرف لا تعرف يعني يا عم احنا انا بتردسوا دول ابطال بص حبيبتي معايا ايه طب اقرأي كده هوا هكتب الكلمة وتنطئها لي يا ريت بقى عم اهو عم عزب بقى راح فين مش عارف بقى قلبه صح يلا حبيبتي كده اقرأي لي هذه الكلمة حبيبتي كده اهو عم عزب جاي التاريخ الله ينور عليك يا حبيبتي والديكي عم عزب مش ادرا خمس داي بس يا عم عزب لاخر اخر حلقة معلش التاريخ انت قلت يا التاريخ ليه ما نطاطيش اللام دي ليه حبيبتي عشان لام شمسية انتق الله ينور عليك يا حبيبي والديكي اللام شمسية تكتب تنطق الله ينور عليك يا حبيبتي الله يناور عليك يا حبيبتي طيب الألف مد مين يا حبيبتي مد الراء ولا مد التاء التاء ولياء مدت مين مدت الراء ولا مدت الخاء الراء الله يناور عليك يا حبيبة والديك بقولك خدت أنت أسماء الإشارة أي وخدت الأسماء الإشارة طيب عشان برضو يعني أنا هو النهاردة درس لسنة ثانية بس أنت برضو عشان أهل السوق إكراماً ليهم حديك بص حبيبتي لو قلت تلميذ متفوق هتأخذ هتأخذ إيه في أسماء الإشارة حبيبتي هذا تلميذ متفوق الله ينور عليك يا حبيبتي والديك تبلوء دهاز برافو عليك يا حبيبتي دخلتنا أنت في موضوع تاني بس يلا طيب لو قلت حبيبتي بنات بنات متفوقات هتأخذ إيه في أسماء الإشارة روح قلبي يلا يلا حبيبتي بنات كتير متفوقات هتأخذ إيه في أسماء الإشارة هتأخذ إيه تأخذ إيه حتى هذا ربيبك عا ما فيش مشكلة برافو عليك برضو أنا أحترمك يا حبيبتي وبنات تأخذ هؤلاء لو أنت ما أخذتش هؤلاء برضو ينتيف سأنا أقول لسه عسل برضو طب هكتب لك حاجة برضو ها فيه هزي الله يكرمك يا حبيبتي إيه العسل ده والله أنا عاوز طلبة كلهم زي كده شكرا يا حبيبتي شكرا عليك والله شكرا مش شاكرين جدا مشاهدة يا كرام تاني تاني بقى خلاص كفاءة كده يا أستاذ ياسر آه زي الفل كده أن نلخص الكلمتين اللي نحن عاوزين نقولهم ماشي تاني الإسم حبيب حلوين بينقسم من حيث العدد يعني عدد يا أستاذ يعني واحد اثنين ثلاثة كده بينقسم من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع يعني إيه يا أستاذ مفرد يعني حاجة بتدل على واحد أو واحدة فقط كل إسم يدل على واحد أو واحدة يعني إيه واحد يا أستاذ محسن طالب رجل ذكي كده وهكذا تمام كده طب المثنى كل إسم يدل على اثنين أو اثنتين يعني اثنين أو اثنتين يا أستاذ يعني اثنين ذكر أو اثنين أنثة يعني مثلا مثلا طالبان مذيعان تلميذان طالبان مهندسان طبيبان معلمان أو مؤنس زي معلمتان ايه تاني متفوقتان طالبتان تمام كده في مكلمة تمام مشاهدين الكرام لخصنا خلاص الدرس النهاردة وقلنا أن الإسم كل كلمة كل إسم دل على واحد أو واحدة مثال طالب طفل رجل أو واحدة ايه واحدة 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 تلميذة طالبة المثنى كل إسم دل على اثنين أو اثنتين رجلان عاملان امرأتان تلميذتان مشاهدين الكرام إن شاء الله الحلقة القادمة يبقى ناخد الجمع وأنواع الجموع وبجد أشكر جميع الزملاء اللي في كنترول وخلف الكاميرات وأستاذنا الفاضل محمد عزب وطبعا الأستاذ سيد نجيب والأستاذ ياسر المطيري ونرحب به ترحيبا شديدا وطبعا الأستاذ أحمد حافظ والأستاذ أحمد عزة وطبعا زياد ما أقدرش أنسى أبدا وعم علي بلاش عم علي الهندسة الصوتية الأستاذ علي ما نسعلي تمام كده عشان في الدائم الحدد أشكركم جميعا لحسن متابعتكم وإلى أنا ألتقي بكم الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته